مذعا نزلت أحمد شكرا صلى ودعا وبها استبشر قال الله عدوك ابتر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الله صلى الله عليه وسلم سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين البحث في المعارف بعض المعارف المستفادة من سورة الكوثر يقع في هويتها وفي آثارها ثم في مفرداتها ولطائفها وتعاليمها أما الهوية سورة الكوثر من أعجب سور القرآن هي أقصر سورة في كتاب الله عز وجل من حيث مفرداتها توجد بعض السور بثلاث آيات كسورة الكوثر ولكن من حيث الكلمات سورة الكوثر أقصر سورة في القرآن الكريم على رغم قصرها اجتملت على عمق الدلالة وبيان الإعجاز في القرآن الكريم وأشارت إلى معارف كثيرة تهم الناس في حياتهم المعنوية والمادية تلخصت في كلمة هي الكوثر الله عز وجل وهو الخالق العظيم الذي خلق كل هذا الوجود بكل تفاصيله بكل أنحائه المادية والمعنوية أشرف ما خلق هو رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآله محمد جمع فيه خصائل الكمال وجعله خليفته الكامل على كل الأنبياء والأوصياء والأولياء الله عز وجل بهذه العظمة في الخلق والنبي بهذه العظمة في المخلوقية الله عز وجل أهداه هدية أسماها الكوثر فهي أعظم هدية من أعظم مهدي لأعظم مهدى له كلمة واحدة تدل على كل هذا المعنى إذن هي من السور ذات الهوية التي تتضمن خزائن وأسرار هذا الذي ينبغي أن يوقف عنده ويبحث فيه أما بعض الآثار التي نتكلم عنها قبل الدخول فيها ننظر إلى سياق هذه السورة حتى في سياقها أعجوبة سورة الكوثر هي جاءت بعد ثلاث سور من القرآن تتحدث عن قوم النبي صلى الله عليه وآله الفيل وقريش والمعون كلها تتحدث عن قوم النبي صلى الله عليه وآله تلتها تلتها سورة أخرى هي الكافرون فسورة الكوثر توسطت بين سور تتحدث عن قريش وقوم النبي الفيل والمعون وقريش وقريش تتحدث عن مواصفاتهم أخلاقهم عن أطباعهم الكافرون تتحدث عن منهاجهم توسطت الكوثر لبيان المنهج الفارق المائز بين النبي ومنهجه وبين قومه ومنهجهم تمايز في الصفات وتمايز في المنهج أشير إلى بعض هذه النكات في هذه المسألة لاحظوا مثلا سورة الكوثر قالت إنا أعطيناك الكوثر بعد شنو بعد أن قومه ابتلوا بصفات الغلظة والجفاء والعناد والمكابرة وتكذيب النبي وتكذيب القرآن واستمروا على هذا المنهج على كفرهم حتى قال قول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد بعد كل هذه مسيرة التبليغ والتعليم والإرشاد أصروا على كفرهم حتى أمر النبي بالمتارك معهم لكم دينكم وليدين قوم بهذه الدرجة من القساوة بهذه الدرجة من الجمود العقلي والقلبي والروحي الله الله عز وجل طيب خاطر النبي وبشره بمستقبل رفيع فيه ظفر للنبي صلى الله عليه وآله على هؤلاء الكفر المعاندين إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكوثار فالكوثار فرد قضية نعمة عظيمة امتنانية الله عز وجل امتن بها على النبي وأظهر فيها الحد الفاصل بينه وبين قومه المقصود بالقوم ليس فقط النسبيون منهم من يمثل قريش في كل زمان ومكان قريش رمز لهذه القضية في كل زمان من يتصف بصفات قريش ينطبق عليه الحكم لأن القرآن يجري مع الزمان لا يتوقف في زمان أو في مكان لاحظوا السياقات سورة الفيل الله عز وجل امتن على قريش منا جدا عظيمة لأن قريش لها الزعامة المعنوية في العرب كانت لها السيادة والقدرة والنفوذ سأشير إلى هذه القضية أبره الحبشي جهز جيشا عرامرم يقوده فيل لأجل هدم الكعبة وجعل هو اتخذ لنفسه كعبة حتى الناس يحجون إليها ويترك بيت الله عز وجل إذا كان أبره يدخل في مكة ويهدم الكعبة معناه شنو أفنى سيادة قريش لم يبق لهم بعد ذلك موقعا ولا مكان في الناس لم يبق لهم سوق تجاري ولا حركة اقتصادية زال مجدهم الله عز وجل بعنايته ولطفه ببيته وبإشارة من عبد المطلب في قضية تفصيلية أباد جيش أبره فهذه منه من الله عز وجل على قريش أن أبقى لهم سيادتهم ومكانتهم وإلا لو كان أبره يحتل مكة ويهدم الكعبة ويأخذ صناديت قريش يذبحهم بعد شنو يبق لقريش فلاحظوا إشقد أكو من إلهية عليهم في أن حفظ كرامتهم ومكانتهم بين الناس وإلا كان يصادر ثرواتهم وأموالهم ويستعبدهم أيضا وقد كانوا سادة في الناس هذه في سورة الفيل لاحظوا السياقات حتى نعرف دلالة الكوثر جد عظيمة السورة التي تل الفيل قريش لإلا في قريش كانوا قريش في واد غير ذي زر أرض صحراوية قاحلة لا زرع فيها لا زراعة فيها لا في واد غير ذي زر الله عز وجل جعل مكانهم أمنا للناس وصارت لهم رحلتان في السنة رحلة في الأيام الباردة يذهبون فيها إلى اليمن لأن اليمن مناخها استوائي بتعبير اليوم يعني معتدل لا هو حار لا هو بارد ففي الأيام الباردة برد الصحراء قارس جدا يصعب على الإنسان تحمله الذي ذايق هذا البرد يعرف ماذا نقول جدا قارس فهم كانوا في أيام البرد يذهبون إلى اليمن في أيام الحر يذهبون إلى الشام وبهذه الرحلة إلى اليمن والرحلة إلى الشام كان تحتاج إلى أمرين الأمر الأول الاستقرار في بلدهم بحيث يخرجون بأمن ويرجعون إلى أمن المجتمع المجتمع اللي ما عنده أمان ما يقدر يسوي هكذا رحلة شتائية ورحلة صيفية ويتاجر ويبيع ويشتري الأمر الثاني هذه السيادة لقريش اللي ببركة الكعبة حصلوها حمتهم من القبائل الأخرى من الغارات يعني كان العرب حياتهم تقوم على الغارات بلاد ما بها زراعة الناس شلون تعيش واحد يغير على الثاني يعيشون على الغارات قريش كانت في مأمن من الغارات لأن كل الناس عندهم شغل مع قريش يأتون إلى مكة يحتاجون إلى قريش فكانت قوافلهم وتجارتهم في مأمن ببركة وجود الكعبة بينهم وهذه من أخرى الله عز وجل أعطاها لقريش جعلهم في مأمن وأثرياء من ناحية التجارة قوم يتاجرون رحلتان للتجارة عندهم واحدة في الشتاء والأخرى في الصيف فبطبيعة الحال ينمو عندهم المال وتنمو الثروة وكانوا في مأمن هم في وطنهم وهم في طرق التجارة كانوا في مأمن وهذه مننا من الله تبارك وتعالى عليهم أم هانئ بنت أبي طالب أخت الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه روت هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وعليه قال فضل الله قريشا هذه كلها نذكرها حتى نعرف مستوى الجفاء اللي ابتلي به النبي صلى الله عليه وآله من قومه فضل الله قريشا بسبع خصال لم يعطها أحد قبلهم ولا بعدهم فمن عجيب هذه حتى من بعدهم هماك ما هي هذه الخصال لاحظوا كل واحدة منها هي فقدرها إليه النبوة فيهم مو في الأقوام الأخرى من العرب في قريش النبوة والخلافة فيهم أمير المؤمنين أم منهم والحجاب للبيت فيهم تدبير أمور البيت الحرام الكعبة المشرفة والسقايا فيهم سقاية الحاج هذه في تلك الأزمنة وحتى في هذه الأزمنة هي من مظاهر القوة والقدرة عند من تكون بعد ونصر على أصحاب الفيل لو كان أبره يدخل مكة لأباد كل مجد قريش وأفناهم بعد وعبد الله سبع سنين سأقول شنو معناتها قريش اللي هم جفات يعبدون الأصنام النبي يقول تميزوا بهذه الميزة عبد الله سبع سنين وفي رواية عشر سنوات لم يذكر دون الأصنام شنو شنو عبد الله مصاف في الأنبياء في كمالاته وأبو طالب أيضا كعبد المطلب في صفاته وخصائصه وتوجد أيضا بعض الروايات تشير إلى أنهما حجج على الخلق والبعض يقول هما أنبياء من الأنبياء أصلا بس ما كان عندهم تكليف بتبليغ الرسالة أنبياء وهذا هس كلام في محل يقال إذن عبد المطلب وأبو طالب ما كان يعبدان الأصنام كان يعبدان الله عز وجل وكل الأدل تدل على هذه الحقيقة أنهم كانوا من الموحدين من العابدين فيعبدون الله عز وجل هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني عبادة النبي وأمير المؤمنين وجمع من أرحامه من أرحام النبي صلى الله عليه وآله في بيت النبي في بني هاشم بالخصوص رجال ونساء كانوا موحدين يعبدون الله بعضهم سرا وبعضهم جهرا حققوا أنت في التاريخ وفي التراجم الرجال والروايات الواردة حتى تعرفون هذه الحقيقة مضافاً إلى أبي طالب جعفر بن أبي طالب كان من الموحدين ما سجد لصنم ولا فعل منكر في حياته حمزة بن عبد المطلب فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين السيدة خديجة الكبرى كانوا موحدين يعبدون الله عز وجل ولا يعبدون الأسلام سراً خفية راجعوا التاريخ حتى تشوفون هذه الحقائق وبعض ما ينقله المخالفون حتى تعرفون إيش قد أكو فيه زيف ومخالف للحقيقة الباري عز وجل هذا الاحتمال الثاني طبعاً تؤيده صيغة الجمع في هذه الرواية أن قريش عبدت سبع سنين وعشر سنين هذا الجمع يقتضي النظر إلى هذه الثلة من أهل التقوى وأهل الدين صيغة الجمع الباري عز وجل بعد كل هذه الامتنانات أمر قريش أن تعبد رب البيت الذي قريش قريش كفلت لكم نعمتين عظيمتين هما من أهم النعم الإلهية على الخلق فاعبدوا رب هذا البيت ما يطلب منهم العبادة لأجل التسليم فقط بعد أن بيّن لهم النعم بيّن لهم الإحسان لأنهم أهل دنيا يدورون مصالحهم منافعهم تجار التاجر شي يدور يدور منافع هؤلاء كانوا تجار الباري عز وجل يقول نحن ننفعكم نعطيكم طعامكم ونؤمن بلادكم اعبدوا رب هذا البيت رغم كل هذا ما كانوا يستجيبون يعاندون شنو هي صفاتهم في سورة الماعون الله عز وجل أشار إلى مواصفات قريش كل هذه النعم اللي الله عز وجل أعطاها لهم لاحظوا الصفات اللي في سورة الماعون يتحدث عنها الصفة الأولى أنهم كذبوا بالدين مو أنكرو كذبوا النكران يمكن الشخص يقول أنا ما مقتنع بالموضوع لازم تقوم علي حجة حتى أقبل أقتنع هذا النكران بس حينما يقول كذب يعني ما استعد أن يستمع للحجة أصلا من البداية ردها كذبها كذبوا بالدين في سورة الماعون هكذا الباري عز وجل يتحدث عن صفاتهم الدين شنو هو هذا الذي كذبوا به به قام مجدهم وسيادتهم وثروتهم وحضارتهم بالكعبة قام لهم كل هذا المجد هذا المجد السبب لمجدهم النعم بمجدهم هو نفس هذا كذبوه هو مجدهم وسيادتهم وثروتهم بالكعبة بالدين كذبوه هذا مو فقط جحود نكران للجميل ومن أرض خلق البشر نكران الجميل هاي بعد قدتوا أعرفوا شنو من قوم هذول كانوا الأمر الثاني كانوا يأكلون أموال اليتيم والفقير ولا يحض على طعام المسكين يعني إذا هم واحد يريد يساعد لفقير مسكين هذول الكبار من عوم من هذا يعني ماكو رحمة في قلوبهم عقولهم جامدة قلوبهم قاسية رحمة في أنفسهم ماكو لشدة قساوة نفوسهم كانوا يدفنون بناتهم أحياء أبيت بنته حية ذرة من الرحمة معناه ما عنده واي في التاريخ أكو قضايا كثيرة عندهم تحير حقيقة تقول معقول أكو هي بشر على وجه الأرض الأمر الثالث السهو في صلاتهم هذه هم من صفاتهم كانت كانوا يصلون نعم القرآن الكريم يقول كانوا يصلون ولكن صلاتهم كانت عبارة عن تصفيق وصفير وما كان صلاتهم عند البيت إلا المكاء يعني التصفير والتصفيق هذه كانت صلاتهم لذلك الآية هم تقول عن صلاتهم ساهون رايح مكان ثاني أصلا من شغل بشي ثاني أصلا الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول المكة إنما سميت مكة للمك فيها المك في اللغة التصفيق والتصفير قال اللي يس الجاهلية المعاصرة هم تعمل بها في المنكرات تصفير وتصفيق عادة جاهلية قديمة الإنسان بعد كل هذا العلم اللي أخذ وكل هذا الثقافة وكل هذا التطور الصناعي بعد لا زال يزاوي العادات جاهلية في أفراحه وأتراحه والنبي المصطفى صلى الله عليه وآله في الرواية أنه كان حينما يصلي أربع من بني عبد الدار اثنين منهم على اليمين يقفون واثنين على الشمال اثنين يصفرون واثنين يصفقون حتى يشغل النبي عن صلاته الله عز وجل قتلهم جميعا في بدر ومذول الأربع فعن صلاتهم ساهون حتى صلاتهم كانت قضية هي بحد ذاتها مثل هذا القوم جاءهم نبي خالقه ربه صانعه باعثه يصفه بأنه رؤوف رحيم رحمة للآلمين الواحد منهم كالخشبة المسندة كما في الروايات صخرة ما عنده لا حنان لا رحمة لا محبة لا عقل يشتغل لا قلب رقيق وبعث فيهم شخص قمة الرحمة والرأف فيهم شكت بها هذا عذاب على رسول الله صلى الله حتى نعرف إحنا الإسلام النبي شكت تحمل لأجله حتى يصل إلينا حتى نحن نهتدي ونكون في النعيم آل محمد عليهم السلام شكت صبره وتحمله هذا الدين اللي اليوم بعض المسلمين بأدنى سبب يفرطون فيه يضيعون هذه الآيات الثلاثة لاحظوا شون تسلسلت من أول الأمر في سورة الفيل أعطاهم البلد الآمن والسيادة والمكان والثروة في سورة قريش بين لهم سبب الثروة وأنهم قوم متاجر ويعمل بالتجارة ويعيش الأمان في سورة الماعون تحدث عن صفاتهم الغلظة الجفاء التمرد القسوة هذه صفاتهم بعث بينهم النبي ليهديهم قابلوه بالتكذيب يحتاج إلى تطييب يحتاج إلى تبشير الله عز وجل في آية قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى في سورة الكوثر يقول إنا أعطيناك الكوثر في مقابل كل هذه جبهة العريضة من الكفر والعناد واللجاجة والقساوة الله عز وجل أهدى إلى النبي الكوثر ونجي إن شاء الله في شرح مفردة الكوثر كلام مفصل أكو فيها شنو هاي مفردة واحدة هل قد بيها بعاني زين بعد الكوثر شنو سورة الكافرون في الكافرون الباري عز وجل يأمر النبي أن يحاور قوم هؤلاء الكفار أنكم أبقوا على عبادتكم وأنا على عبادتي كل له منهجه هذا صراع المنهج كان ولا زال لكم دينكم وليدين الشيء الآخر في سورة الكوثر الله عز وجل أعطى بشارة إلى النبي مو فقط أنطاه هدية أعطاه بشارة هو أن أعداء هذول اللي ما استجابوا وكذبوا وعاندوا الله عز وجل يبترهم ينقطعون نسبا وذكرا في الوجود ما لهم ذكر ولا نسب بعديا حتى أبناء هؤلاء الذين آندوه أبناؤهم بعضهم أسلموا وصالوا مسلمين بترهم الله عز وجل إن شانئك هو الأبتار من هنا يتضح بأن في هذه السورة الله عز وجل يبين الفرق الفارق بين مقاييس البشر ومقاييس الله عز وجل في الحياة هذا هذا الشيء الذي ينبغي الالتفات إليه مقاييس البشر في التعامل مع الأشياء تقوم على ثلاثة أركان في سورة الكوثر بمفردات بسيطة الباري عز وجل بيّن هذه الأركان وبمفردات بسيطة بيّن الأركان التي يقوم عليها النهج الإلهي لذلك قلت هي إعجاز عجيب هذه السورة بكلمات قليلة الله عز وجل ميز بين منهجين كبيرين مقاييس البشر تقوم على ثلاثة أركان الأول جمع المال وتكديس الثروة والبخل بها أليست هذه مقاييس البشر وإنه لحب الخير هذا المقياس الأول عند البشر كل ما يتمكن يجمع ويكدس بعدين هو يتكدس في قبره وماله يذهب إلى غيره هذا المعيار الأول الركن الأول الركن الثاني تكثير الأولاد بالمباشرة أو بالامتداد كل ما كان يتمكنون هؤلاء يكثرون أولادهم وهذه واحدة من القضايا اللي كانوا العرب يتميزون بها ويتفاخرون بها كثرة الأولاد بعد كثرة الأموال إما أولاد مباشرين أو أولاد الأولاد بالامتداد لماذا لأنهم كانوا يعتقدون إيمان بالآخرة وما كانوا يسلمون له فعندهم الحياة الدنيا يردون يبقون فيها فيتصورون بأن بقاءهم في الحياة بسبب تكثير الأولاد الحي منهم يفتخر بأسلافه الماضين لأنه يعد نفسه أنه سبب لحياة الماضين ويكثر أولاده لأن يتصور بأن أولاده سيكون سبب بقائه في هذه الحياة منهجهم يقوم على هذا تكثير الأولاد ولعل هذا سر اهتمام العرب كثيرا بالأنساب إذا تلاحظون التاريخ تشوفون هواي قضية النسب عند العرب كانت رائجة وسائدة ولعلها بعد الأدب من أهم ما يهتم به العرب وربما أكثر من الأدب هو النسب الأنساب الركن الثالث الفخر والمباهات والمراءات هذه كانت من أوصاف فرد قوم يكدسون المال ويكثرون الأولاد لأجل البقاء في الدنيا ثقافتهم الغالبة عليهم الإفتخار والمراءات هذا شلون واحد يقدر يعيش ويحيش ويشتغل وهو الرحمة الإلهية للعالمين حتى البعض منهم لشدة رسوخ هذه الثقافة السيئة فيهم البعض منهم إذا قتل لهم قتيل يسألون عن قاتله من هو إذا كان القاتل فرد شخصية معتبرة يعدون هذا من أسباب العزة وإذا كان شخصية وضيعة يعدونها من أسباب الذل هذه أن في ثقافتهم موجودة لاحظوا مثلا بعضهم مثل عتبة في معركة بدر عتبة كان من صناديد قريش هو بحسب ما ورد في بعض الروايات ما كان يعتقد بالحرب بحرب بدر عتبة وحاول هو يثني قريش عن المواجهة ولكن ما سمعوا كلامه بالنتيجة دخل المعركة في البراز الفردي هو وأخوه شيبة وولده الوليد دعا إلى البراز الفردي برز له بعض الأنصار رفضهم قال هذول مو كفؤ إنه أظهر أكفاءنا فظهر له أمير المؤمنين وحمزة وعبيدة هو رايح إلى القتال ما معلوم يعيش أو ما معلوم يدور حتى في المبارزة يدور الفخر ثقافة هكذا كانت تحكم في الناس ونساؤهم حينما كانت تسأل عن قتيلها إذا قيل لها قتله فلان الشريف في قومه العزيز تفتخر يهون عليها الثكل يهون لاحظوا النبي صلى الله عليه وآله يلخص صفات قريش بهذه الجملة لما جاءت إلى حرب بدر النبي صلى الله عليه وآله دعا الباري عز وجل وقال اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك الخيلاء الخيلاء يعني التكبر والعجب تحاد يعني تغضب تغضب وتغضب تعمل بالغضب وتحاد الله عز وجل تغضب الله وتغضب رسوله هذه كانت صفة قريش هذه هم أساليبهم منهجهم ثقافتهم الحاكمة الباري عز وجل في سورة الكوثر بين الحد المائز بين قريش ومنهجها وبين النبي ومنهجه في سورة الكوثر الله عز وجل أشار في مقابل الأركان الثلاثة تلك إلى أركان ثلاثة تقابلها منهج النبي صلى الله عليه وآله هذه المنهجية إلى يومنا هذا هي منهجية حقه وهي مدرسة في نفسها الركن الأول بيّن أن القوة بالارتباط بالله لا بالمال ولا بالأولاد هذه هي القوة الحقيقية وبالعبودية له العبودية لله سبب نماء القوة لذلك قال له فصل لربك الصلاة والنحر سبب نماء القوة الركن الثاني أن تكثير الأولاد ليس سببا للقدرة والقوة بدليل أن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله ما كان عند أولاد ذكور بقوا على قيد الحياة حتى أن أعداءه قالوا له أبتر ما عنده ذكور ولكن له انتصر على أصحاب الذكور اللي كانوا يكثرون الأولاد طلبا للقدرة من ليس له أولاد ذكور غلبه وانتصر عليه بماذا استند النبي إلى قوة الله تبارك وتعالى مو إلى كثرة الأولاد ولا إلى كثرة الأموال الركن الثالث أن الثروة وجمع المال ليست هي القوة واحد قد يستغرب يقول شلون جمع المال مو قوة جمع المال في نفسه ليس بقوة إنفاق المال فيه القوة إذا أنفقت المال صارت لك قوة إذا جمعت المال فقدت القوة من يحب البخيل خلي واحد يقول أنا أحب البخيل من يحب اللي يكدس المال ولا ينفق على أهله على عياله لا يساهم في خير لا يساهم في عمل صالح إذا الناس الرواية تقول عبيد الإحسان اللي يريد قوة قوته في قلوب الناس تكون قلوب الناس يملك الانفاق وليس البخل وجمع المال هذا منهج عظيم في هذه السورة الله عز وجل يبينه من ين نستفيد وانحر هؤلاء اللي كانوا يحرمون اليتيم من طعامه ولا يحضون على طعام المسكين الله عز وجل يقول لرسوله صلي لربك وانحر أعظم الثروة اللي كانت عند العراب هي الإبل ما يقول إذبح يقول إنحر النبي في وقت والمسلمون كانوا فقراء في هذه من الآية أشار البارع عز وجل إلى أنكم ستملكون الثروة والمال فأطعموا الجياء والمساكين إذا أنفقت المال إذا نحرت وأطعمته امتلكته هذه هي المعادلة في المنهج الإلهي وبهذا ما أكده الواقع أيضا إلى الآن تلاحظون أعداء النبي الذين وصفه بالأبتر وصفوه بالأبتر وين هم لا نسب لهم ولا ذكر لهم ولا أولاد لهم أما النبي المصطفى صلى الله عليه وآله الله صلى على محمد وآله محمد باق في هذا العالم كالشمس الصاطع يعلم ويرشد ملك القلوب والأرواح وذريته ملأت الأرض وباركتها هذا أحد المستشرقين هم يقول هذه العبارة حتى بعض من يستغرب لا يقول هذا الكلام لكم فقط لا هذا مستشرق أيضا يقول يقول هكذا إني لأعجب لرجل مثل محمد صلى الله عليه وآله صلى الله محمد وآله محمد لا زال يحكم ملايين الناس وهو في قبره وإن صار الأبتر تهت هذا هو المنهج الإلهي من يرتبط بالله ويكون عبدا لله الأشياء هي تأتي القوة هي تأتي تتسخر له كل ما يعده البشر من مال من أولاد من قوة من سلاح من جيوش عند الله هباش سيل واحد يجي يوقف كل هذه القدرات اللي جامعتها الدول العظمى سيل واحد هز وحدة توقفهم آجزين هذا هو البقاء الحقيقي بالارتباط بالله تبارك وتعالى بالعبودية لله تبارك وتعالى إذن هذا السياق شوفوا ما قد فيه عظمه وإشارة إلى هذا المعنى أما الجهة البلاغية في هذه السورة هناك جهات للبلاغ والإعجاز في البلاغة هذا تفصله في البحث القادم إن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاعة لهم والبراء من أعدائهم ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين مذن نزلت أحمد شكرا صلى ودعا وبها استبشر قال الله عدوك ابتر إن أعطيناك الكوثر إن أعطيناك الكوثر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر